وفضلت مكة وبالتالي فالأزهر حيفضل موجود وباقي زي ما هو باقي ان شاء الله وسيبقى الأزهر الشريف إلى يوم القيامة ببركة الرسالة اللي بيحملها واللي عايز يعمل حاجة يعملها عايز أقول لكم على حاجة انه الكيان اللي بيسموه اتحاد علماء المسلمين ده كان رئيسه يوسف القراداوي الاخوان كانوا عايزين يعملوا شيخ أزهر جديد الاخوان أساسا لما كان القراداوي عايش ما كانوش بيعترفوا إلا بيه ومش بيعترفوا بشيخ الأزهر لأنه هو يعني بصلا هو مش طباحهم مش بس كده ده جاء عليهم وقت وبكل بجاحة كانوا عايزين القراداوي يكونوا هو شيخ الأزهر خلني بالكم يا محمد ويا جيرجس الاخوان مش لقين مدخل لأنه رئيسنا سادد لهم كل الفتحات مش عارفين يدخلوا من أي حدة والله بيهرتلوا والله بيهوهوهوه كل العيال اللي بتطلع دي التفهة اللي بيتكلموا ويقولك مش عارف السيسي عمل إيه ومش عارف مصر حصل فيها إيه كل ده في الهوى نفسهم يولعوا مش لقين نفسهم يدخلوا يلاقوا الإنجازات ويلاقوا فيها حاجة اللي عملها السيادة الرئيس وللأسف هي بتتكلم عن نفسها وموجودة في وشهم بطبيعة الحال هيعملوا إيه يعني فيه الطرق البنية التحتية الصحة التعليم الصناعة كل المجالات كل ده مش عارفين إن هم يدخلوا منهم فبيحاولوا يدخلوا بقى من خلال الفتلة الطائفية وفتكروا دايما إننا يا جماعة يا حبيبي يا إخوانا الأقباط إحنا نسيج واحد وإننا مسلمين ومسيحيين واحد مش اتنين صدقوني المسلمين بيحبوا المسيحيين بيحبوا يبركلهم في أعيادهم ويحتفلوا معاهم والعكس صحيح المسيحيين بيحبوا بيحبوا المسلمين بيحبوا يحتفلوا بقى عيادنا معانا افتكروا إننا بنحتفل مع بعض في كل المناسبات وبنحب مصر إحنا واحد مش اتنين افتكروها ما تنسوهاش أبدا وبقولها مرة أخيرة انتبهوا إن الإخوان بيحضروا الفتنة كبيرة ترجمة نانسي قنقر